في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل مستعدة لوقف العمليات العسكرية في غزة خلال شهر رمضان تتكشف أوراق مباحثات باريس بما تم تداوله حول مقترح هدنتين تدرسوا حماس لمدة أربعين يوما في غزة يشمل المقترح وقف الجانبين عملياتهم العسكرية بشكل كامل ووقف عمليات الاستطلاع الجوي فوق غزة لمدة ثمان ساعات في اليوم إطلاق صراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون التسعة عشر عاما ومن هم فوق الخمسين عاما والمرضى مقابل عدد محدد من المعتقلين الفلسطينيين حيث اقترح مقابل أربعين محتجزا مدرجين في الفئة الإنسانية السابقة سيجري إطلاق صراح ما يقرب من أربعمائة معتقل فلسطيني وفقا لنسبة عشر إلى واحد عودة جميع المدنيين النازحين تدريجيا باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكرية إلى شمال قطاع غزة بعد بداية المرحلة الأولى ستعيد إسرائيل تمركز قواتها بعيدا عن المناطق المقتضة بالسكان في قطاع غزة الالتزام بإدخال خمسمائة شاحنة تقل مساعدات إنسانية يوميا الالتزام بتوفير مائتي ألف خيمة وستين ألف وحدة إيواء متنقلة السماح بإعادة تأهيل المستشفيات وإصلاح المخابز في غزة والسماح بشكل عاجل بإدخال المعدات اللازمة والتوفير شحنات الوقود الضرورية لتلك الأغراض وفقا للكميات التي سيتم الاتفاق عليها توافق إسرائيل على دخول الآلات والمعدات التقيلة لإزالة الركام والمساعدة في الأغراض الإنسانية الأخرى مع التوفير شحنات الوقود اللازمة لهذه الأغراض وبحسب الكميات التي سيتم الاتفاق عليها شريطت زيادتها مع مرور الوقت وتتعهد حماس بأن لا تستخدم الآلات والمعدات في تهديد إسرائيل اشتركوا في القناة